عام 2016 يسجل 27 جريمة قتل في السلطنة فيما كانت في عام 2015 23 جريمة وعند الحديث إجمالاً في أن أعداد القضايا الواردة إلى الادعاء العام انخفضت في العام الماضي حيث بلغت نحو 38 ألف قضية مقارنة بـ 41 ألفاً في عام 2015 هذا ما جاء في متمر صحفي للادعاء العام ليس هناك سبب وحيد يمكن أن يعزى إليه هذا الانخفاض أو الارتفاع في عدد الجرائم وإنما هو تضافر عدد من الأسباب لعل في مقدمتها إجراءات الحكومة في التوظيف وإيجاد فرص لمخرجات الدبلوم العام كذلك الجهود التي قامت بها جهات انفاذ القانون الانتشار الأمني والتواجد الشرطي المنتشر في كافة ربوع السلطنة لا ننسى أيضاً وعي أفراد المجتمع كل هذه أسباب تؤدي في النهاية إلى انخفاض المؤشر الجرمي والله الحمد الجرائم العشر الأكثر حدوثاً تصدرت جرائم السرقات بعدد ثمانية آلاف وسبعمائة وثماني قضايا تلتها جريمة الشيك بدون رصيد بعدد خمسة آلاف واربعمائة وسبعين ثم جرائم المخدرات بعدد ألفين وسبعمائة واثنتين بعدها جرائم إهانة الكرامة بعدد ألفين ومائتين وستين فجرائم حماية المستهلك بعدد ألف وتسعمائة وستة وثلاثين ثم الحوارث المرورية التي بلغت ألفاً وسبعمائة وستة وعشرين ثم جرائم قانون العمل بألف وخمسمائة وسبع وخمسين ثم جرائم الإيذاء البسيط بعدد ألف وثلاثمائة وثلاث وثمانين ثم جرائم التخريب التي سجلت ألفاً وثلاثمائة واثنتين وثمانين جريمة وأخيراً جرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بعدد ألف ومائتين وثلاث وثمانين جريمة المعتاد والمتعارف عليه أن دائماً نسبة الجريمة تتزايد ودائماً في حالة ارتفاع انخفاضة هذا جانب إيجابي يمكن يعود لعدة أسباب لعل من ضمن أحد الأسباب أو أحد الأسباب التي هي التوعية الإعلامية أو التوعية القانونية التي تمت في السنوات الماضية أعتقد بدأنا نأتي أو نجني ثمارها المتهمون المسجلون في الادعاء العام خلال العام الماضي بلغوا ثمانية وثلاثين ألفاً وشخصين فيما وحيلت إلى المحاكم أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وست وسبعون قضية وتبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية العام الماضي ألف وسبعمائة وعشر قضايا قيد التحقيق الادعاء العام أوضح أن الأموال المسترجعة إلى خزينة الدولة من قضايا الأموال العامة منذ عام 2012 إلى عام 2016 بلغت أكثر من أربعة عشر مليون ريال عماني من بينها قضايا النفط والغاز التي تم تداولها بين أرواقة المحاكم والتي لاقت استياءاً بين أوساط المجتمع فارس بن جمع الوهابي مسقط